بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اول رسالة من سيدة طبعا مش هقول اسمها لان جاي الزكر اسمها يشتبه لها مشاكل هي سيدة عايشة مع اهلها او اهل جزها معرفش لكن هي مش مرتاحة وطلبة طلاق وطلبة مشورتي كأب كأب بخبرة عمري حنصحك كويس جدا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام له اكثر من تفسير وناس كتير فصرته لكن تفسير اللي عجبني اللي قريته ريحني حقوله لكم الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من استطاع منكم الباقة فليتزوج والناس وقفت عند الباقة دي ما صار في الجواز تقدر تصرف على مراتك لكن هناك تفسير عجبني جدا ان الباقة مكان للزواج اللي عنده مكان للزواج فليتزوج اللي ما عندوش مكان يأجل الأسر اللي عيشة مع بعض الحياة اليومية كلها احتكاكات كلها انت عيشة مع حماتك او العكس هو اللي عايش مع حماته انتو زوج وزوجة ربنا خلق بينكم مواده ورحمه لكن لم يخلقها بين الحمى ولا الابن ولا اي حاجة عشان كده الحياة الزوجية المستقلة هي دي اللي نكحة يا بنتي انما دي يعني حيبقى فيها مشاكل ولكن انا لاقو شجعت اطلاقا عطلاق اطلاقا انت وفقتي انت وفقتي يوم ما تقدملك هذا الرجل عرفت انك هتعيش مع اهله او اهلك معرفش ما وضحتيش في الرسالة لكن وفقتي ما جيش بعد ما خلفت وقاله لا هتلي شقة الوحدي لا انت معك فلوس طب افردي من امه ستة كبيرة ما تقدرش تعيش لوحدها اتق الله اتق الله مش عايزة نصيحتي اتق الله فيه اية بمكتبها على تذكرة الفرح اقسملك بالله يا اللي ما قلناش اسمها محد في عيب اقسملك بالله محد في عيب انا بقدع في فرح كتير قوي قوي انا بروح لهدف واحد اقول الكلمتين دول اللي عايز اسمع مزيكة ولا رأع ولا طبل ولا خط ولا عايز اكل انا عايز اروح اقول الكلمتين دول العروسة والعريس وبمشي وفعلا حتى ساعات زوجتين بتقول لحنا ما اهلناش ولا خط انا قلت اللي عايز اقوله بيكتبوا اية على التذكرة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم الجواز اللي ستكونوا اليها وجعلها وينكم مودة ورحمة كل من التزوك يكتب هالك بجيب العريس تعالى يعني ايه الاية دي يا دكتور ما هي واضحة جدا ومن اياته اودة ورحمة ويعمل لي بايدي كده اللي طب تعالى تعايق عروسة انتي فاهمة ايه تقول لي المعدة والرحمة وبرضو بايدي ما حدش فاهم الاية دي خالص ولو فهموها حيعيش الناس كلها في راحة تامة اية يعني ايه هاي دي السر اية يعني ايه اية يعني معجزة اية يعني معجزة ايات الله في الارض يعني معجزاته في الارض اليست هاديه اية نقول لي واحد كده يعني اليست هاديه معجزة فمن اياته اي من معجزاته عايز تعرف قيمة الزواج عند ربنا وعندك شوف اللي بعدها شوف اللي بعدها اللي بعتالي رسالة شعر اسك حيوقف انت ما خدتيش بالك بالآية ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة من رحمة بصيل بعدها بقى ومن آياته خلق السماوات والارض تخيالي ان خلق السماوات والارض عند ربنا جات بعد اتنين يعيشوا سوا يا حجة انت عايشة بمعجزة ربنا مش بشاطرتك ولا بجمالك ولا بفلوسه ولا بحنانه انت عايشة بالمعجزة اذا سحب ربنا المعجزة هتعيشوا بقوانين الدنيا انت بتشخر بالليل طلقني انت زودتي الملح على الاكل حطلقك هذه قوانين الدنيا لكن انت عايشة بمعجزة هنقول تاني اتقي الله كملي حياتك يا بنتي وما يدريكي ما يدريكي لعل الله هيحدث بعد ذلك امرا هيعمل لي كل ما يحصلش هتاخدي احسن شقة في الدنيا لكن انت وفقتي بالاول وبدام وفقتي يعني يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود دي افتتاحية صورة كبيرة اوفوا بالعقود هذا عقد بينك وبين جوزك انك تعيش يعني مع اهله انت ما هوضحتيش مع اهله او اهلك لكن ما جيش في النص وقول لا مش لاعب يا تجيب لي شقة مش لاعب هتبقي شكلك مش حلو مش شكلك مش حلو قدام الناس قدام الخالق لكن انت زلمت يا الراجل ده وبعين انت من الحاجاتك الجميلة اللي كتبها ان انا بحبه انت بتحبي جوزك انا بيكلم الابناء ممنوع الاب والام يكبروا بيتهم ممنوع اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلا هما كان واحد موجود او الاثنين موجودين ابسط كلمة شوف اما بتكون واحد جوزك مسلا قلت كلام مش اعجبه ابسط حاجة اف دي لا هو سمحها ولا شافك ولا اي حاجة هو مع ذلك ربنا حذر منه بس حذر منها للام والاب ولا تقول لهما اوفن ولا تنهرهم اما يبلغن عندك انت بتحققي اية كبيرة جدا جدا وانت مش دارية ان انت مستضيفة ام واب وانت مش دارية انك بتعملي حاجة كبيرة جدا 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 سيبك من جوزك وعيالك وانت ده انت بتحققي اية ربنا امر بيها حنسبر وربنا حيكرمك باذن الله تعالى اشتركوا في القناة